للمزيد حول هذا الخبر وغير من أخبار الصحف النمسوية ينضم إلينا الآن زميل خالد أبو بكر مرسل قاهرة الإخبارية في فيينا صباح الخير خالد بداية لو تطلعنا على تفاصيل الخبر السابق الذي ذكرنا والسياق الذي جاءت في هذه التصريحات صباح الخير عليك شيرين وعلى سادة المشاهدين في كل مكان يأتي هذا الخبر في سياق أزمة سياسية مرتبطة بتشكيل الحكومة النمسوية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي حل فيها حزب الحرية اليميني المتطرف في المركز الأول فيما جاء حزب الشعب الحاكم الذي يتزعمه المشتشار كارليني هامر في المركز الثاني هناك درس مهم جدا في الممارسة السياسية يمكن الخروج به من هذه الأزمة وهو أن على أي زعيم لحزب كبير مؤهل للفوز بالمركز الأول أن يجري علاقات شخصية قوية مع بقية الأحزاب والقوى السياسية بالرغم من حدة التنافس بينهما شخص هيربرت كيكل زعيم حزب الحرية وهجومه الذي لا ينقطع على الأحزاب النمسوية الأخرى جعله رغم حصوله على المركز الأول في الانتخابات بنسبة 29% سيجلس مرة أخرى في مقاعد المعارضة بالنظر إلى إحجام الحزبين الكبيرين حزب الشعب بزعامة كارليني هامر والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أندي بابلر عن التحالف معه وهذا هو الدرس المهم أن العلاقات الشخصية في الممارسة السياسية لها أهمية كبرى رغم اختلاف الأيدولوجيات في الكثير من الأحيان تتجه الحكومة كما أشرت أنتي شيرين بالفعل إلى تحالف ثلاثي سيضم حزب الشعب بزعامة كارليني هامر الذي سيعيد مرة أخرى جلوسه على منصب المستشار مع الحزب الاشتراكي وكذلك حزب النمسا الجديدة نعم خالد هناك اهتمام واسع أيضا من الصحف النمساوية بمساعي الحكومة البولنديزية لتعليق حق اللجوء لو تطلعنا على تفاصيل هذا هو حديث الساعة اليوم ليس فقط هنا في النمسا ولكن أيضا في القمة الأوروبية التي ستنعقد اليوم وغدا حيث دفعت بولندا في وضع هذا البند المرتبط باتزامها تعليق حق اللجوء إلى فترة من الزمن على أجندة القمة الأوروبية تقول بولندا وكذلك أطراف أخرى في الاتحاد الأوروبي أن بيلاروسيا المجاورة وكذلك روسيا تدفع إلى حجد المهاجرين أو طالبي اللجوء من الدول التي تعاني أزمات كما في الحالة السورية والأفغانية وأخيرا ظهر على السطح الحالة الإيرانية يقولون أن روسيا وبيلاروسيا يدفعون أولئك الطالبي اللجوء الفرين من هذه الويلات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خصوصا من ناحية بولندا هذا القرار البولندي مثير للجدل حتى في الداخل حيث يعترض رئيس الجمهورية على هذا التوجه الحكومي ويرى أن ذلك قد يمنع حق الحماية لبعض الذين يستحقونه لكن هو بند أساسي اليوم في اجتماعات القمة الأوروبية وقد منحت أرسولا فوندرلاين رئيسة المفاوضية الأوروبية بالأمس دفع لهذا التوجه البولندي عندما قالت أن الأمن الأوروبي أو أمن التكتل الأوروبي في خطر نتيجة بعض الممارسات من قبل رئيس بيلاروسيا وكذلك فيلاديمير بوتين هناك خبر أيضا شغل الصحافة بشأن اعتقال شاب سويسري ثابت تورطه في تهديد وجود قنابل داخل الهيئات النمسوية ماذا لديك من تفاصيل وحقيقة هذا الأمر حقيقة أن النمسا عاشت طيلة الإسبوعين الماضيين في كابوس مرتبط برسائل إلكترونية تذهب إلى الشرطة تهدد أو تقول أن هناك قنابل مزروعة في بعض المنشآت الحيوية كما في محطات السكك الحديدية وفي المدارس وفي المتاجر وأمام هذه البلاغات لا يمكن للشرطة أن تتعامل إلا بمنتهى الجدية إلا بمنتهى الجدية وجرى بعد بحث شديد جدا ما بين سلطات الأمنية في عديد من الدول الأوروبية جرى التوصل إلى شاب يبلغ من العمر 20 عاما وهو سويسري الجنسية ويعيش في سويسرا كي أوضح حجم الزالي للطراب الأمني الذي أدى إلى استنفار كبير للشرطة وأن تلك الرسائل التي أرسلها هذا الشاب عطلت تحرك 450 قطار في مختلف مناطق النمسا جرى إخلاء عشرات المتاجر وعشرات المدارس أيضا عبر 27 عملية تهديد الآن ذلك الشاب بحوزة السلطات السويسرية التي رفضت تسليمه إلى النمسا باعتبار أن القوانين السويسرية تمنع تسليم أي مواطن سويسري إلا بعد موافقته بعض الصحف المحلية هنا أشارت إلى أن ذلك الشاب ربما مصاب بخلل عقلي لكن لا توجد مصادر رئيسية أو مصادر رسمية قد أدلت بهكذا تصريح وبالتالي الإجراءات الأمنية تحتاج إلى مزيد من اليقظة خصوصا أن النمسا تعاني في مسائل الرقابة الإلكترونية بالنظر إلى أن القوانين تحترم حرية الحياة الخاصة للمواطنين لكن وزارة الداخلية والمستشار كارليني هامر اشترط في الإتلاف الحكومي المقبل أن يجري تعديلا تشريعيا يسمح للسلطات الأمنية النمساوية بالرقابة على بعض المشتبة فيهم بالقيام بأعمال إرهابية أو حتى من يقومون بتهديد الأمن العام وتجدير السلم الأهلي وهذا كان نموذجا فجا الحقيقة أدى إلى موجة من عدم الاستقرار الأمني وإخلاء المدارس وإصابة الأطفال والموجودين فيها بشيء من الخوف كانت أياما عصيبة في بعض الولايات لكن أجدل السطار عنها في نهاية المطاف بالقبض على ذلك الشاب السويسري طيب شكرا إليك الزميل خالد أبو بكر على موافاتنا بكل هذه التفاصيل والأخبار النمساوية والأوروبية كنت معنا مباشرة من فيينا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر